عايزة أجيلك بقى في نقطة أعتقد دي بقى أعتقد أتوفيني فيها النقطين من قطاعات الناشئين في مصر كل قطاعات الناشئين في مصر فيها نسب مجملات وأنا بتفاهم المجملات اللي هي من نواية إيه كابتن معتاصم معلش يقول نبي أنا عندي أخوي عايزك تشوفه تمام فأنت هتشوفه بس لو طلع مش كويس خلاص هو مش كويسة كديرين فخلاص ما يجيش تعالي عادي تشوفه بس فيه مجملات اللي هي نواية بتاعت إنه ولد ما يكونش بيعرف يلعب ولد ما عندوش الإمكانيات بس عشان هو في بعض الناس بتاخد فلوس أندية اللي هي بتاخد فلوس عشان اللي هي بتلعب في قطاعات الناشئين اللي هي بسموه اللي هي قطاع استثماري وفيه المجملات عشان هو واحد صاحبي كل ده بيخلينا في الآخر نوصل للنتيجة إنه فيه مواهب كتيرة ما بتاخدش الفرص دي فهنا بتبقاش موجودة في قطاعات الناشئين بس ما حدش من الناس اللي أنت بتتكلم عليها دي بتلعب أنا بتتكلم دلوقتي على جزء الأندية الأندية ما بتكلمش على الموضوع الاستثماري أنا بتكلم على الأندية اللي بيخش بمجملات خش بمجابلة بس ما بيلعبش بس خد مكان يا كابت المعطس آه بياخد مكان سأخد بالك القايمة تحت أنا ما بديش مبررات يعني بس أنا بقولك إنه فيه أوه ما بانجرش طبعا فيه مجملات لأ خلاص دي على إنك تجر لكن هي القايمة مثلا بتبقى خمس لرتين لعيب وأوقات كمان في البراعم تحت بتبقى ستين لعيب فتتحمل تتحمل إنه بس أهم حاجة ما ياخدش مكان حد في لعب أيوة في قايمة مطش آه دي النقطة دي مش موجودة يعني أنا بتكلم عن شغل لنا لدي مش موجودة خلاص مستحيل لأ مستحيل مستحيل ومو أظنش كمان في الأندية كبيرة أهلي زمالك إسماعيلي أنا معرفش شغلهم إيه بس أظن إنه المفروض يبقى كده لكن إنك فيه مجاملات فيه أندية نسبة فيها 30% فأنت لأ أنت كده مشكلة صح وفيه 5% 2% 3% أنا فكرت قبل كده عشان إنت أدلوك تتكلم على ناديين 3 أربعة 5 أندية 6 أندية نسبة المقاملات فيهم أليلة جد ما تزيدش أنا أحيب في المائة المهم يبقى عندك مكان يعني أنا لو عندي لعيب كويس وآخر مكان في القايمة ولعيب مجامل لأ أنا هلقايدر كويس مش عايدر غزبين عني أه طبعا وده خلاص أنت معندكش مكان أنا معندش مكان خلاص طيب هنا ييجي يقول لك طيب عشان الأغلبية العظمة مع كامل الأحترام يعني من الأندية في مصر بقى فيه نسبة كتيرة من المجاملات وفيه نسبة كتيرة اسمها قطاع الاستثماري ده اللي هو الجديد علينا ده اللي هو عشان تلعب يدفع سواء بقى كنت بتلعب بتلعبش تلعب هتلعب تدفع يبقى أنت بتلعب خلاص دي مصيبة صودة يعني مفهول لها حل هل هنا اتحاد الكرة لازم يكون له أي دور رقابي على هذا الأمر طبعا طبعا بص فيه ناس بتعمل الموضوع ده من ناحية يخش لك من ناحية عايز يبني يلعب رياضة ميش فهو بيحب الكرة فعايز يلعب كرة ممكن ما تكونش عنده مهيو أصلا بصه عايز يلعب كرة اعملولهم دوري لوحده اعملولهم دوري لوحده حط كده فيه دوري أكاديميات تسمي دوري أكاديميات تسمي دوري أي دوري يعني دوري هواء مثلا دوري هواء وعملوا دوري لوحده يبقى معروفة دوري الهواء مثلا أو دوري به أو دوري أي مسمى صح وعملوا دوري لوحده عايز يلعب بقى يلعب وعايز يدفع فلوسه يدفع فلوسه اعملوا اقطاع لوحده ودوري لوحده مظبوط لكن ما تحطوش في وسط اللي تاع ما ينفعش أن نادي اسم كبير يعني يجي في السين من الناس يقول له أنا هشتري منك فرقة موليد 2006 أيوة ويشتري منه الفرقة وياخد من الولاد فلوس هو ويلاعبهم ويلاعب باسم النادي الكبير مصيبة مشكلة وأنا هنا بأجي كمنتخم مصر نادي سين أوساط دوت اللي كان بيطلع لي ناشئين ويوزع للأندايا في مصر لعبة موهوبة والله يا كريم بتعمل مشاكل كتير أنا عندنا في القطاع بنشوف كوارث إحنا بتعمل لنا مشاكل كمان في الدورة أن أنت بيجي بقى على آخر الموسم هو خلاص لمّ الفلوس فبيجي على آخر الموسم خلاص اللي ولاد ما بيتش يتيجي هو مش عايز يروح وبتاع فبينسحب بطيدي وما يروحش المطش فيعمل لك مشكلة أنا في مرة عملي مشكلة قبل كده كان عندنا فرقة مشترية اسم كبير من أسامي الدورة الممتاز كان موليد 2006 كلام ده من سنتين واستثماري بقى فجي المطش طبعا كل الفرق عارفة إن هو مطش خفيف لأن أنت بتلعب مستوى أقل بكتير قوي من مستوى أنت بتلعبه فبيجي عندك مثلا ولد عنده إنذارين ولا حاجة فبيجي دوله إنذار التالت عشان ما يلعبش المطش الخفيف عشان عندنا مطش الأهلي مثلا بعده وده حصل فعلا كان عندنا الأهلي بعده فجينا نزلنا الملعب والفرقة ما جاتش وانت اسمك بقى عم عملت طعمة شيئين وبتجهز في رئيتك وبتحول تديهم احتكا كده لا والفرقة ما جاتش فأنت عندك المطش بعد كده مثلا المطش كتقيل المطش اللي بعده الأهلي فأنا الأولاد اللي خدوا الإنذارات دي عشان هتوقف المطش ده عمل لي يعني هيجدار بيك لك الدنيا وبع كي ينسحب فيروح شايل لك النقط ففيه اللي كسبه وفيه اللي ما كسبش وفيه اللي يتعادل بيعملك دربك في الجدول لا لا بس انت عدت عليها مرور الكرام بس الوقت وانت بتتكلم انا مصنوم وهو ده عبس ده ده حقيقة ده عبس ده واقع ده تحت وبعد كي احنا ستخل بقى احنا ما بنحسش بالكلام ده نه ده واقع احنا كحتى يعلمين او جباهير ما نحسش بالكلام ده بس الطبيعي انت كده عملت جاهز فرقة وعايز احتياجات وعايز شغل وعايز طريقة وعايز منافسة وعايز لعيبة انت احنا بنهزر تحت نهزار فيه كده ده ده الواقع اللي موجود فيه ناس مشتريها فرق من عندها وبتلعب فيها في دور الجمهورية وبتلعب في دور المنطقة وبتلعب في دوريات اغلب الدوريات وبيعملك مشكلة في اخر السنة في الجدول خطيرة خطيرة الحكاية دي جدا ده حقيقة وواقع وهم عارفين كده